في تصعيد جديد لملف كوريا الشمالية أعلن مايك بينيس نائب الرئيس الأمريكي أن الأسطول البحري الأمريكي من المتوقع أن يصل بحر اليابان خلال أيام وهذا يعني أن التهديدات الأمريكية التي كان الرئيس ترامب أعلنها قبل فترة والمتعلقة بالتصرف فعليا في حال إقدام كوريا الشمالية على إجراء أي تجربة نووية أو صاروخية جديدة وضعت موضع التنفيذ هذه المرة التأزم بين واشنطن وبيونجانج وصل مداه الأسبوع الماضي إثر إعلان الرئيس الأمريكي إرسال حاملة الطائرات كارف فينسون إلى شبه جزيرة الكورية فيما أصر الرئيس الكوري الشمالي على إنفاذ تجربة إطلاق صاروخية في بحر الشمال وعلى وقع التوتر الشديد الذي طرأ بين الدولة العظمى والدولة الحديدية ذات الترسانة النووية حبس العالم أنفاسه قبل أن يتنفس السعداء إثر اكتشاف خطأ غير مسبوق في المعلومات الأمريكية حول موقع كارف فينسون الذي تبين أنها ما زالت على مقربة من سواحل إندونيسيا بعيدا عن شبه جزيرة الكورية فيما انتهت تجربة الصاروخ الكوري الشمالي إلى فشال ذريع وقيل إن هناك أصابع مخابراتية إقليمية ودولية كانت وراء إفشالها ويبدو أن قرار الرئيس الكوري الشمالي بالقيام بتجربة نووية جديدة ورد الولايات المتحدة بقرب وصول كارل فينسون للمنطقة عاد التوتر إلى المنطقة الأمر الذي ترجم نفسه بإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى في عواصمها المعنية بكين وسيؤول وطوكيو فهل سينضي الرئيس الكوري الشمالي في خططه لتحدي العالم عبر إصراره على تجاربه النووية وما ردة فعل ترامب حيال هذا التهديد وماذا سيكون موقف الصين في حال نفذ الرئيس الأمريكي وعده بالرد وما تأثيرات هذا الرد على سيؤول وطوكيو التين تحبسان الأنفاس خوفا من تهور بيونج يانج المعروف سئلة قد لا يريد العالم معرفة أجوبتها التي قد تأتيه رغما عنه في الأسبوع المقبل